طبعاً فيه مؤسسة اسمها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية خلاص قدل الأحداث ودى الزيارة ودى الوضع ودى التصريحات ودى التعليق خد بقى بعض المراكز الدراسات بقى عينك عليها برا كده عندي ثلاث حاجات الحقيقة مهمة جداً في هذا الإطار أول حاجة فيه مؤسسة اسمها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية المؤسسة دي يعني معروفة أن هي أحد الأذرع أذرع اللوبيهات الصهيونية في الولايات المتحدة عشان بس يعني قبل ما بقولك بتقول إيه؟ بقولك هذه المنظمة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أحد أو إحدى الأذرع البحثية للوبي الصهيوني في واشنطن المؤسسة بتقول في تقرير أو في دراسة مصر وإثيوبيا تتصارعان في مجلس الأمن مع تصاعد توطرات صد النهطة وقالوا يعني طبعا أنه فيه الأخذ بعين الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا ده كان كلام وزير خارجاء الإثيوبي تابي سلاسي لما قال إن مصر بتهددنا وبيخوفونا وعايزين دربونا وعايزين وعايزين وعمل تصرحات خرقاء حمقاء إلى آخره وبعت لمجلس الأمن ولكن مصر لا تهدد ولا تستخدم التهديد لكن هو خلط الأوراق خلط أوراق قوات حفظ السلام مع العلاقات الثنائية بين مصر والصومال وخرق وخلط مصار التفاوض المصري الإثيوبي المتوقف بتعنت إثيوبي والمصار التفاوضي بين الصومال وبين إثيوبيا على خلفية البروتوكول الموقع مع أرض الصومال خلط الأوراق الرجل وذهب إلى مجلس الأمن فالمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية هي كمان بتخلط الأوراق وقالت يعني أنه مصر وإثيوبيا في صراع داخل مجلس الأمن طبعا هذا كلام فيه نوع من الدفاع المستميط عن إسرائيل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لكن مؤسس ورئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية قال أن المواجهة بين مصر وإثيوبيا في مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة هي تذكير صارخ بما يحدث في غياب الزعامة الأمريكية وقال أنه واشنطن بحاجة إلى سياسة متماسكة تجاه أفريقيا سياسة توازن بين الاحتياجات التنموية والاستقرار الإقليمي مريم واهبة محللة الأبحاث في المؤسسة بتقول أن الرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة تشير إلى تصعيد جديد في النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن صد النهضة خلال الاستناد إلى متاق الأمم المتحدة تسعى القاهرة إلى تبرير العمل للعسكار المحتمل ده هي اللي بتقول مريم واهبة اللي شغالة فيه مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية وده زي ما قلت أحد اللوبيهات الإسرائيلية في واشنطن بتقول مريم واهبة المحللة محللة أبحاث في المؤسسة أن الرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة تشير إلى تصعيد جديد في النزاع بين مصر وإثيوبيا بشأن صد النهضة بتقول مصر بتستند إلى مثاق الأمم المتحدة تسعى القاهرة إلى تبرير العمل للعسكار المحتمل وتقطيره كإجراء قانوني وضروري للدفاع المصالحة الوطنية ومن ناحية أخرى يبدو أن إثيوبيا تسعى للحصول على دعم دولي وهذا التصعيد خطير ويجب على الحلفاء العمل بشكل عاجل لإعادة الطرفين إلى مئلة المفاوضات طبعا يعني مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بتلعب في المياه العاكرة نروح لدوتشيفيلا لا تقل برضو عن هذا العبت دوتشيفيلا قالت النزاع لمصر الإثيوبي يمكنه أن يتحاول إلى حرب يبقى الجماعة اللوب الإسرائيلي في أمريكا قالوا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية قال لك مصر الإثيوبيا يتصارم في مجلس الأمن دوتشيفيلا قالت النزاع لمصر الإثيوبي يمكنه أن يتحاول إلى حرب وقالوا أنه اتفاقيتين جديدتين تشعلان مصر إثيوبيا والصومال وأرض الصومال فهل يمكن الوساطة التركية تجنب التصعيد قالوا أن الدنيا صعبة جدا لكن في عندي أربعة من المحررين تيموثي كلداس نائب مدير معهد التحرير للساس الشرق الأوسط في واشنطن قال له دوتشيفيلا تعتمد مصر بشكل كبير على مياه النيل كمصدر أساسي ولا يمكن أن هي تترك حقها في هذا الإطار وبتعتمد مصر على مياه النيل زي ما بيقول كلداس والجهود المصرية فشلت حتى الآن في إقناع إثيوبي بالموافقة على أي اتفاق ملزم من شأنه أن يوفر لمصر ضمانات بشأن وصولها إلى المياه وهو ما يمثل مصلحة للأمن القوم المصري ده كلداس ده معهد التحرير لكن معهد جيجا الألماني فيه واحدة اسمها هاجر علي بتقول هاجر علي أنه انضمام مصر وأسيوبيا إلى دول البريكس ممكن يجد أثار أو يجد طريق لحل بشكل مختلف لأن مصر وأسيوبيا دخلوا إلى تحالف بريكس اللي فيه الصين وفيه روسيا وفيه البرازيل وفيه باقة الدول الجنوب بفريقيا قد يكون هناك حل جديد على ضفاف وجود مصر وأسيوبيا فيه التحالف بريكس